السلام عليكم طلبة طالبات صف الثالث الاعدادين نكمل مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة السبعة الدرس الثالث والرابع السؤال الاول عندي بيقول خلي بالك هنا بيقول لك يعني يوجد ايه مدهش للديناصورات في متحف العلوم عايز يقول لك هنا يوجد حفريات مذهلة كلمة حفريات يا شباب عندي اللي هي كلمة فوسيلز يبقى هنا يوجد حفريات مذهلة في متحف العلوم للديناصورات الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها عندي بيقول خلي بالك هنا بيقول لك يعني السمك يحفظ في صناديق خاصة ليبقى طازق يبقى عند هنا شباب كانت يحفظ لكن متحفظ السؤال اللي بعده بيقول هنا ذا كاربينتر اللي هو انجورز زا نوات ان ويتس او زا دور عايز يقول لك انجور بي ايس عايز يقول هنا الطول والعرض للباب كلمة الطول عندي لها ذا لنكس السؤال اللي بعد كده هنا بيقول لها ذا نوات is the biggest sea animal in the war لتخلي بالك ايه هو بقى اكبر حيوان مائي في العالم طبعا اكبر حيوان بحري في العالم اللي هو الحوت اللي هي معناها كلمة whale يبقى whale اللي هي الحوت السؤال اللي بعده بيقول هنا in two thousand five the fossils at وادي الحيتان were studied by a team of international a خلي بالك هنا بيقول لك في سنة الفين وخمسة زا الحفريات يعني ان موجودة في وادي الحيتان عايز يقول لك هنا درست بواسطة فريق دولي فريق من العلماء الدوليين اللي هي كلمة scientists السؤال اللي بعده بيقول لي this car هذه السيارة should not be not here ايز يقول لك السيارة دي لا منفعش انها تركن هنا كلمة parked السؤال اللي بعده بيقول هنا they not a report about animals and plants that are in danger خلي بالك بيقول لك هما نشروا التقارير او التقرير عن الحيونات اللي موجودة في خطر كلمة ينشر اللي هي كلمة publish يابا هنا published السؤال اللي بعده بيقول هنا in the past يعني في الماضي people and nas used horses to not the carriage الناس كانوا بيستخدموا طبعا الاحصنة علشان يجروا العربات يبقى كلمة bolt the carriage السؤال اللي بعده بيقول لك can you tell me the main note of kushary خلي بالك بيقول لك تقدر تخبرني على ايه الرئيسية في الكشري قالوا rice and pasta يبقى اكيد هنا بيتكلم عن المكونات الرئيسية اللي هي شباب اسمها the main ingredients يبقى كلمة مكونات او عناصر اللي هي ingredients السؤال اللي بعده بيقول لنا room اللي هي مدينة روما is the north of italy طبعا هنا كلمة room اللي هي روما هي عاصمة ايطاليا كلمة عاصمة عندي اللي هي كلمة capital سؤال اللي بعده بيقول لنا can you not me some advices about how we should treat animals خلي بالك هنا بيقول لك هل انت تقدر عايز يقول لك هنا تعطي نصيحة كلمة تعطي نصيحة اسمها give advice السؤال اللي بعده بيقول لنا this car belongs not my dad طبعا عايز يقول لك السيارة تنتمي لوالدي طبعا شباب اسمها belong to السؤال اللي بعده بيقول لنا ثابعا هنا بيحددوا حياة الناس اللي هما مينا شباب اللصوصي بكلمة in danger السؤال اللي بعده بيقول لي and what is something that people travel in that is pulled by a horse طبعا اللي بتجرب وسطة الاحصنة لسايلنا فوق اللي هي العربات اسمها carriage صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اول فيها بيقول and what is a building where horses sleep خلي بالك المكان او المبنى اللي الحصان بينام فيه ده طبعا اسمه stable اللي هو معناها الاستمر السؤال اللي بعده بيقول لي هنا when all the trees in an area كل الشجر اللي في المنطقة دي are cut down لما كله يتقطع we call this a الموضوع طبعا بيكون اسمه يا شباب طبعا الموضوع ده اسمه ازالة الاشجار او التصحر اللي هي كلمة deforestation يباولو deforestation السؤال اللي بعده هنا بيقول لي is a group of animals or plants of the same kind خلي بالك هنا بيقول لك مجموعات من الحيوانات او النباتات لها نفس النوع اللي بيكون لها نفس النوع اللي هي الفصائل الفصائل او الانواع شباب اللي هي اسمها species السؤال اللي بعده هنا بيقول لي the not of the restaurant is mr. علي خلي بالك مستر علي ده هو صاحب المطعم لانه في الاخر بيقول لي he bought it last week هو اشتراء يبقى طبعا ده اسمه المالك بتاع المطعم اللي هو كلمة اونار السؤال اللي بعده هنا بيقول لي if you not someone will you are nice to them خلي بالك هنا اعيز اقول لك لو انت بتعامل الناس كويس يبقى كلمة trade يبقى if you trade السؤال اللي بعده كده بيقول لي if something is not it's important for some particular reason خلي بالك برضو هنا الموضو ده مهم يعني بيقول لك الشيء ده هام لأسباب معينة يبدأ طبعا خاص اللي هي كلمة special خاص او مهمية صاحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها عندي بيقول نجيب محفوظ is a famous writer خلي بالك بيقول لك اني نجيب محفوظ كاتب مشهور هنا بقى بيسألك بقول لك the antonym of famous is a عكس كلمة famous اللي هي معناها مشهور بيكون ايه طبعا شباب عكس كلمة مشهور اللي هي كلمة unknown يعني معناها غير معروف سؤال اللي بعده وقول هنا we use the prefix not to get the opposite of kind خلي بالك بريفيكس يعني مقدمة او بادئة بنستخدم بادئة ايه لكلمة kind علشان نجيب عكسها طبعا عكس كلمة kind unkind السؤال اللي بعده وقول هنا to get the adjective from the noun lucky we use the suffix a هنا بقى بنحط الصوفيكس اللي هي اخر حرف في الكلمة او اخر حرفين اللي هي حرف y عشان تبقى lucky تتحول للنون بتاعها يبقى كلمة lucky اللي هي معناها محظوظ سؤال اللي بعده وقول لك the film was terrible the anthonym of the war terrible is a طبعا هنا anthonym تفعلني معناها عكس او مضغط بقول لك بقى عكس كلمة terrible طبعا عندي هنا كلمة amazing السؤال اللي بعده وقول لك the scientist العلماء found out خلي بقى لك found out معناها وجدوا many facts about whales حقائق كثيرة عن الحيتان هنا بيسألني بقى بقول لك the synonym of found out يعني كلمة found out اصلا بتساوي كلمة ايه او الكلمة دي معناها او مرضفها طبعا discovered اللي هي معناها اكتشفوا السؤال اللي بعده وقول هنا yesterday it was quite hot خلي بالك إلى حد ما كان حار the synonym of quite hot is it معنا كلمة quite hot اللي هو إلى حد ما حار اللي هي warm يعني دافئ صفحة اللي بعد كده عندنا جزء لسئلة الخاصة بالقواعد في الدرس الاول والتاني كنا شرحنا المبني المجهول في المدارع البسيط الدرس التالة والرابع هناخد بقى المبني المجهول في الماضي البسيط طيب السؤال الاول عندي هنا بيقول لي a report about animals and plants that are in danger was not published خلي بالك الماضي البسيط was where والفعل في التصريف الثالث ده المبني المجهول في البست طيب هو هنا جيب لي was وجيب لي فعل في المصدر was where بيقى المفعل في التصريف الثالث فهنا اقول له published وحط لها بس ed في الآخر طيب افكرك تاني بالقواعدة واكتبها لك هنا فوق قلنا الماضي البسيط المبني المجهول في الماضي البسيط was where والفعل الشباب في البست participle اللي هو التصريف الثالث واتفقنا لو فعل منتظم بيكون اخره ed في التصريف الثالث لو فعل شاز بحفظه سيما هو السؤال اللي بعد كده طبعا مش هوكرك بورقة الافعال الغير منتظمة اللي احنا هقولنا عليها في الفيديو اللي فات السؤال اللي بعد كده بيقول لنا better news not where خلي بالك بقى هدي جسئية مهمة جدا كلمة news اللي هي الاخبار دي يا شباب هي كلمة مفرد ايوة مفرد لانها لا تعد uncountable طالما لا تعد تعامل معاملات المفرد يبا نفعش ابدا نيجي معها where لكن هيجي معها was فهنا اقول له better news was السؤال اللي بعده بيقول هنا these pictures pictures were not panting اتفاقنا was where وارغن فعل في التصريف الثالث يبا هنا ال i-n-g دي هشلة وحط مكانها paint painted وحط مكانها ed يبا هنا شباب اقول له painted where painted السؤال اللي بعده بيقول له we don't to know how the stones for the pence the first pension in the room وقاب لي كلمة build طبعا الشباب اتفاقنا عندنا was where والفعل في التصريف الثالث لان ده مبني للمجور في زمن الماضي البسيط طيب هنا شباب عندي كلمة was لانه يتكلم عن حاجة مفرد فهنا اكتب له كلمة was والتصريف الثالث اصلا من الفعل build اللي هو build اخر هاتيه برضو السؤال اللي بعده بيقول هنا we don't to know how the stones for the pence بيقول لك نقط to geese طبعا برضو هنا جايب لي الفعل فيه التصريف الثالث او الثاني بس انا عايز هنا منه التصريف الثالث وقابل منه was where طيب كلمة pence دي جمعي باستخدم where والفعل زي ما هو كده اخر ed او look card يعني انا عايزو لك الاحجار حملت ازاي شلوها سؤال اللي بعده كده بيقول لي long ago camels اللي هي الجمال نقط call خلي بها لك بقى camels دي اصلا جاة جمع طبعا ما جاة جامعة الشباب يبقى يجي وراها where والفعل في تيه التصريف الثالث لان الجملة كده في زمن الماضي بنقول له where called تصريف الثالث من call اللي هي كلمة called السؤال اللي بعده هنا بقول لي we don't know when بترا اللي هي منطقة البترا not did named خلي بالك برضو named دي جاي في تصريف الثالث او حتى جاي في الماضي did بيجي وراها في المصدر طبعا ما تنفعش معي لكن اللي بيجي بعده التصريف الثالث اللي هو المبني المجهول في الماضي البسيط او المضارع البسيط الجملة كلها في زمن الماضي يبا انا اشيل داد يا شباب وحط ما كان ايه كلمة البترا هنا البترا دي منطقة واحدة مفرد انا اقول له was named السؤال اللي بعده هنا بيقول لي of last week's floods in india a lot of houses not ويجيب لي destroyed خلي بالك برضو هنا عايز اقول لك دمرت فهنا برضو هشوف houses اللي هي المباني دي اصلا جمع او البيوت دي جمع فهنا استخدم معاه where والفعل هيجي في تصريف الثالث اخر ادي زي ما هو كده فواله destroyed يعني دمرت السؤال اللي بعده كده هنا بيقول لي in the last one hundred years ويجيب لي كلمة lost خلي بانك بقى عشان ما يتحكش عليك الجملة دي اصلا اكتب الجملة دي مبني المعلوم بدأ بفاعل اللي هو we الفاعل ده بيقدر يعمل حاجة دي اعيز اعلمك حاجة لو الفاعل ما بيقدرش يعمل الفاعل يبقى ده مبني المجهول او ما ينفعش يعمل الفاعل لكن لو الفاعل ينفع يعمل الفاعل اللي بعده ويبدأ معلوم دفعالة هنا we يعني نحن يبقى يجب وراء الفاعل في الماضي عادي لان الجملة دي في الماضي وهنا اقول لك الماضي اللي هو lost يبقى we lost more than سؤال اللي بعده هنا بقول لي the kairu tower اللي هو بورج القاهرة وجيب لي is designed by طيب هنا بص يا شباب هنا بقول لي the kairu towered انا عندي الجملة اصلا في زمن الماضي جيب لي السنة فاتت طالما الجملة في زمن الماضي مستخدمش is لكن بستخدم was لانه جابي فعلي في التصريف التالي سؤال اللي بعد كده هنا بيقول لي in the past يعني في الماضي بقول لي fish خلي بالك كوت التصريف التالي من catch اللي معناها start طيب هنا اقول لي where والفعل في التصريف التالي اللي هو got السؤال اللي بعده بيقول لي هنا what unusual materials was not using انت فعلا was where في التصريف التالي use used used السؤال اللي بعد كده خلي بالك الكفاة اللي هنا جايدي يمضف له ed التصريف التالي ما نفعش امد نستخدم معادت دادي يا شباب ما نريد الفعل في المصدر يبقى هنا استخدم مع معاكمة where يبقى له how where fish preserved السؤال اللي بعده بيقول لي هنا a tree was planted with a farmer برضو عايز يقول لك زرعت في وسطة الفلاح المبني المجهور نحط قبل فعل buy السؤال اللي بعد كده بيقول لي the first alumbic games where كلمة holding طبعا ما نفعش انا عايز هنا التصريف التالي من hold اللي هي hold 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 السؤال اللي بعد كده بيقول هنا the telephone دا مفرد ولي invented اخترع يبقى هنا كلمة was الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا exercise على الدرس التالت والرابع بيبدأ معايا بسؤال الديالوج سؤال المحادثة خلي بقى لك سؤال محادثة لازم تقرر محادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تحليم محادثة بتاعتنا يعني ايمن بيتكلم مع وليد عن روما فايمن بيسأل سؤال بيقول له which city do you like most وعيد بيسأله يعني عن المدينة اللي هو بيحبها فوليد قال له روم وسأل سؤال قال له في الاجابة yes i do known روم يعني بقول له ايوة انا عرفها فاكيد انا بيسأله بقول له هل انت تعرف البلد دي او تعرف روما يعني فهنا يسأل بيا شباب عندي في الاجابة yes i do يبقى هنا يسأل بدو والاي هتحول الى فيقول له do you فعل في المصدر اللي هو no وبعدين يقول له يعني يقول له do you no rome يعني هل انت تعرف مدينة روما فهنا قال له yes i do وبدأ يقول له سؤال كانت اجابة السؤال ده no i haven't وبدأ يقول له but i hope to visit it one day يعني انا مزورتاش قبل كده انا اأمل ان انا ازورها في المستقبل فطبعا هنا يسأله شباب يقول له have you visited it يعني هل انت عمرك زورتها يبقى هو عندي في الاجابة no i haven't كل عليا ان انا سألت بhave والاي بتحول لي you والفعل في المصدر هل انت عمرك زورتها قبل كده قال له لأ ايمن قال له هنا how many خلي بالك بقى how many معناها كم العدد بيقول له كم عدد الناس people السكان يعني live in roma كم عدد الناس اللي بعيشوا في روما بدأ هنا في الاجابة يا شباب يقول له oh two point seven million people يبقى هو هندي له العدد يبقى العدد ده هنقله فوق بس يقول له about يعني حوالي تقريبا يعني وهم كتب له العدد اللي موجود عندي تحت يبقى انا بجيب الاجابة من المحادسة نفسها مجيبش من دمائي خلي بالك سؤال محادسة لازم تقرأ محادسة كلها على معنك والترجمها قبل ما تبدأ التحل يبقى هنا هيقول له عدد السكان اللي موجود عندي في المحادسة بدأ اي من يسأله سؤال يقول له طيب هما مشهورين بايه فهنا طبعا هارة برضو اللي تحت هنا قال له خلي بالك ده اللي هو استاد مشهور جدا في روما فهنا هي بالمبنى ده هما مشهورين به فهنا يمكن يقول له شباب المدينة دي مشهورة ويقول له بعد كده يعني مشهورة بالاستاد اللي اسمه بعد كده هيبدأ يسأله سؤال اي من هيبدأ يسأله عن المكان ده فبيقول له مين بقى اللي بنى ده فهنا طبعا بيرد عليه بحاجة وبعد اللي قاله ده قال له ولكن انا اعتقده واضح ان هو مش واثق في اجابته فهنا ممكن في البداية شباب طبعا سؤال محادسة انت بتحل باي اجابة شافية انها صح فهنا ممكن يقول له يعني انا غير متأكد ولكن انا اعتقد ان اللي بناه الامبراطور وبدأ يكمل معا جملة واحدة خلاص طيب سؤال محادسة زي ما قلت لك انت بتحل اي اجابة تكون صح بعد كده الشباب عندي سؤال القطعة خلي بالك سؤال ده اهم جدا وخلاص بيجي في المتحان عرفتنا المتحان بتاعنا في الترمي الاول السؤال ده عبارة عن شوية كلمات بجبالك فوق كده بتترجمها الاول ابل وتبدأ تحل ودين تترجم القطعة هنا بقولك يستردي يعني بالامس انا تناولت الغداء في مطعم انا محب شربها مخصصة هناك وسألت الجرسون عن ايه فيها طبعا بيسأل عن ايه يا شباب عندي في الكلمات كلمة اللي هي معناها المكونات او المقادير يبقى هو ممكن يسأل الجرسون عن مقادير الاكل اللي هو بيأكله او مكونات وبشوف اقرب كلمتين فتيجي في القطعة واحدة اللي هي كلمة مكونات قال بعد كده انا دايما باكل في المطعم ده ويقول ان هو معروف هناك يعني وبدأ يقول حاجه يا شباب طبعا عندي نقطة وعندي كلمة وبدأ يقوله ويقوله بقى لما حبيت ان انا ادفع الفلوس بعد كده هيقول ان هو ملقاش مع اي فلوس يبقى number 2 ممكن اقول عندي كلمة unfortunately يعني لسوق الحظ يبقى هنا بقوله unfortunately لسوق الحظ ويكمل جملته بعد كده وين لما او عندما i wanted to pay for the food لما حبيت ان انا ان انا ادفع فلوس الطعام i didn't find any money in my بوكت ملقتش اي فلوس معايا في المحفظة وده اطرح سؤال هنا بقولك my money is stolen or i forget it at home خلي بالك بقى هو هنا بيتساءل طيب my money ده يا شباب هي من الكلمات اصلا التي لا تعد يعني تعامل معاملات المفرد يبقى هسأل بوز ولا بير ورفع عليكم هنا سأل بوز فهنا بيقول بوز i didn't know but i promised the restaurant a ولكن انا وعدت من في المطعم to come back يبقى اكيد هو وعد مالك المطعم او صاحب المطعم اللي هي كلمة owner يبقى رقم اربعة هكتب كلمة owner اللي هي المالك يبقى وقال له انا هاجي بكرة وادفع الفلوس يبقى رقم اربعة عندي هتبقى owner الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول عندي فيها بيقول a or an something that people travel in يعني حاجة الناس كانوا بيسافروا فيها that is pulled by a horse وكانت بتجرب وسطة الاحصنة طبعا ديها شباب التفنة اسمها العربة التي تجرب الحصان اللي هي كلمة carriage السؤال اللي بعده هنا بيقول له محمد صلاح is a popular football player طبعا لها كرة مشهور the synonym of the word popular هنا السؤال اللي بيقول لك هنا مرادف او معنى كلمة popular بتكون ايه؟ طبعا قلنا كلمة مشهور بتساوي كلمة famous اللي هي برضو معناها مشهور يبقى هنا هقول له كلمة famous السؤال اللي بعده هنا بيقول له plastic damage the wildlife the antenna كلمة يدمر او يتلف عكسها طبعا يحافظ على الحاجة او ينقذها اللي هي كلمة saves السؤال اللي بعده هنا بيقول له to get the adjective from the noun عايز الاسم من كلمة health اللي هي we use the subject بنحط له ايه في الاخر طبعا كلمة health بنحط لها why فتبقى healthy السؤال اللي بعده كده بيقول لي we use the prefix بنستخدم بادئة not to get the antenna of happy علشان نجيب عكس كلمة happy اللي هي معناها سعيد طبعا بنحط قبلها you and فتبقى معناها غير سعيد اللي هي معناها unhappy السؤال اللي بعده هنا بيقول لي عمر is nice to علي this means he not him one طيب عمر لطيف مع علي ده معناه ان هو بيعمله بشكل كويس اللي هي كلمة traits السؤال اللي بعده كده يا شباب عندي سؤال تكتب مئة وعشرة كلمة خلي بالك السؤال ده محلول في اخر الكتاب اشتركوا في القناة